موسيقى طلبة وطلبات الصف الثالث الاعدادي مدارس المتزخ خاصة اهلا بكم ومراجعة جديدة من موراجعات الدرسات الاجتماعية ومعاكم مستر وليد وجدي اولا الجغرافية امام خريطة للعالم وضح مدودة ارقام موضح عليها واحد نوع زراعة السائدة هي زراعة البدائية البسيطة اتنين اولى دول عالم انتاجة للغاية هي استراليا تلاتة اقليم صنوعي هو اقليم شمال شرق وولايات المتحدة الامريكية وده اكبر اقليم صنوعي في العالم الجديد اربعة اكبر ده عالم انتاجة للالبان الهند ادى تنوع الموارد التابعية الى اختلاف الانشطاق صدية في العالم في دوق هذه العبارة وضح اسباب واحد انتاج الصين لأكتر من طول تنتاج عالم الاسماك هو السبب هناها تطول على بحار ومحطاط ومسادة على المحيط الهادي بالاضافة لانهار والمزارع السمكية اتنين القيمة الاقصادية لالابقار في الهند محدودة هو بسبب تشارط دينا الهندوسية التي تحارب اكل لحوم الابقار اكتب ماتشير ايه كل عبارة على عاصمة الاقصادية الناجرية وهي اكثر تقدسا بالسكان هي مدينة لاجوس استخرج من عاصلات اشجار استوائية وتصنع منه اطارات السيارات والمطاط الطبيعي اختر الاجابة الصحيحة مما بين القوسين واحد البرازيل اولى دول العالم انتاجا لمحصول قصب السكر اتنين ينتج سلسي انتاجا العالمي القطن من قارة اسيا احنا قلنا اسيا اكبر دولة الصين والهند تلاتة العاصمة السياسية لالمانيا هي مدينة برلين اكبر دولة عالم انتاجا للبترول السعودية تأتي مصر في مقادمة خمس دول عربية تقوم بدود الكهرباء من الرياح احنا قلنا مصر اولى عربيا يليها المغرب يحد نجيلة من الشمال دولة بما تفسر واحد توطن صناعة الامونيوم في الدول المتقدمة الاجابة يا شباب بسبب توفر مقاومات صناعة الامونيوم وهي الكهرباء خبرة فنية اسواق داخلية وخارجية تستعب الانتاج تاني توطن صناعة الامونيوم في الدول المتقدمة بسبب توفر مقاومات صناعته كهرباء خبرة فنية اسواق قلة عدد العامين وقامين بحلفة رعي البداية في شب الجزاء العربية السبب شباب هو ظهور البترول او ضفق بترول وتوطين البدو تاني تضفق البترول وتوطين البدو ثانيا التاريخ ضع علامة صحقة غلط امام العبرات الاتية واحد ألغت صورة الف تسعمائة اتن وخمسين دستور الف تسعمائة تلاتة وعشرين وحالة الحزاب السياسية العبارة صح ودي كانت من نتائج السياسية لصورة رفضت هيئة الامم المتحدة قرار تقسيم فلسطين الف تسعمائة سبعة وعبعين العبارة خاطئة وفقت على قرار تقسيم فلسطين ساهمت السعودية والجزائي في تقظيم الدعم العسكري والمالي لمصر في حرب اكتوبر الف تسعمائة تلاتة وسبعين العبارة صح أصدرت بريطانيا وعد بلفور الف سمائة سبعة وعشر لتقييد فكرة وطن قام اللي هوت في فلسطين العبارة صح وزي ما اتفقنا بريطانيا هي صناعة مشكلات فلسطين تحقق الانسحاب الاسرائيلي الكامل من سيناء في خمسة وعشرين ابريل الف وتسعمائة اتن وثمانين العبارة خاطئة عادة سيناء الى مصر عادة طابة وطابة رجعت لمصرة الف وتسعمائة تسعمائة تسعمائة امانين عن طريق التحكيم الدولي عن طريق محكمة العدل الدولية نجحت مصر في حرب فلسطين الف وتسعمائة تمانية وربعين في تحطيم خط برليف في ست ساعات العبارة خطاء كان حصل في حرب اكتوبر الف وتسعمائة تسعمائة وسبعين نجحت مصر في تحطيم خط برليف في حرب اكتوبر الف وتسعمائة تانية وسبعين ما النتاج متأتبع على العدوان الاسرائيلي على مصر على الدوعة عربية في سبعة وستين هزيمة الضوء عربية واحتلت إسرائيل سيناء من مصر وهطبت الجولان من سوريا واحتلت فلسطين القدس والضفة الغربية نهر الأردن وقطوع غزة ما النتيجة متعتب على تطبيق الغير سليمي سياسة الخصخصة في مصر قبل صورة 25 يناير هو الاتفاع الأسعار وخروج ألاف العميل إلى المعاشة مبكر مما أدى إلى سوق الأوضاع الاقتصادية وقيام صورة 25 يناير لما نتنسب الأعمال الأتية تولى رئاسة الحكومة المصرية في فبراير 1942 هو مصطفى النحاس أفكركم بعد حصار القوات البريطانية لقصر عبدين لإجبار الملك فاروق على تشكيل وزارة بالرئاسة النحاس قاط خطة الخدايا على صرف أنظار إسرائيل عن التجهزات الهجومية أثناء حرب أكتوبر 1979 هو المشير أحمد إسماعيل وتم تكريمه بحصوله على أكبر وسام في مصر وهو وسام نجمة سيناء ثلاثة رئيس أركان حرب القوات المسلحة لازل قاعد بناء القوات وتنظيم القوات المسلحة في حرب الاستنزاف هو عبد المنعم رياض ويعد عبد المنعم رياض من أشهر شهداء حرب الاستنزاف رئيس أمريكي ساعر في التواصل وإتفاق السلام بين مصر وإسرائيل في كامب ديفيد هو رئيس الأمريكي جيمي كارتر اجتمع كل منهم السادات ومنحن بيجن في مؤتمر كامب ديفيد انتخبت رئيسة لجنة الوافد المركزية سيدات عام الف سمائة عشرين هي هدى شعروي أنشأ مجلس شهر نواب عام الف ديسمبر الف ستة وستين الخديوي إسماعيل ما المقصود بعدم الحياز هو عدم الانضمام إلى أي من الكتلتين الشرقية أو الغربية ما رأيك فيه الاستعانة بالقوات المسلحة المصرية أثناء خمسة وعشر يناير الفين وعجبني موقف عظيم من القوات المسلحة أنا وقفت بجوارق الصورة وكانت بجانب الصورة كانت هي الضامن الأول الصورة ولم تكن وسيلة لقمع الموت الظاهرين فالقوات المسلحة هي الضامن الأول الصورة وكان لها دور في منع عمل السرقة والنهب والترويع والمحافظة على أرواح المواطنين وحفظ الأمن والحفاظ على ممتلكات العامة والخاصة أشوفكم إن شاء الله خير ومراجعة جديدة من مراجعات الدراسات الاجتماعية كان معكم مستر وليد وجدي اشتركوا في القناة